اه بنحو هايم النهاردة هنكمل اخر محاضرة في محاضرة البيتاميند. اه معاليش احنا مرة فاتت تتكلمنا قلنا ان بيتامين بي اربعة وتمانية وعسرة وحد عشر مش موجودين في اه بيتامين بي كوميكس حاليا لانهم اربعة وتمانية وعشر كامل وانهم بارح او المحاضرة الفات داني اربعة وتمانية وعشرة مش اه او مش بي يعني الجسم مش مش محتاج ان يخدر من بره لانهم بيعملهم من جوه اه وحداش هو نفس تسعة ومعاليش في هنا غلطة صغيرة انه اربعة هو اللي ممكن الجسم يعمل له هو الادينين بينما الانستول هو الجسم مش بيعمله كمية كبيرة أو مش بيعمل يعني لكن هو مش محتاجه أصلا كحاجة بالتالي مش مهم في في الجسم ما لم يوضح còngrades للغاية الجسم كميات صغيرة جدا وفي نفس الوقت ما يقدر شيء يعملها فاهمين فاقصت كده يعني ايه فعشان كده فيتامين بي 8 اللي هو الانستور مش موجود في البيتامين بي كومبليكس حاليا هو قال لك هو ممكن يبقى supplement for specific health benefit but it is not considered as an essential vitamin مش مهم قوي لحياة او لصحة الانسان الفيتامين بي التين اللي هو البي اي بي اي اللي هو البابا اللي هو بارا امين بنزلك اسد الجسم ما بيعرفش يعمله لكنه اصلا مش مهم في جسم الانسان لوحده هو مهم كجزء من الايه اللي حناقض للوقت اللي هو فوليك اسد لكن البابا لوحده ما بيستخدمش لوحده كموليكيول في جسم الانسان لانه اصلا انسان ما بيعرفش يعمل الفوليك اسد هو المهم في الاخر هو الفوليك اسد والبابا ده جزء من الفوليك اسد فانا ما معرفش اعمل البابا الوحده. وما ما معرفش اعمل فوليك أسد لو عندي البابا مش هاكتمله منه فوليك أسد. البكتيريا هي اللي بتاعف النابات يتمة يعمل وبالتالي البابا ييمrą إليها اللي ممكن يعمل الفوليك أسد في أحد countries حيضًا وبالتالي البابا الوحده ده جزء من الفوليك أسد فمش هتبره آآ بيتاميلي الوحده. البابا بيستخدم في الطب يعني لا سانس كيرين لأنه يو في بلوك بروبرتز لخصائص لعكس الموجات اللي هي الفوق المنفسيجية بتاعة الشمس وبالتالي له دور مهم في القصة سانس كيرين وحاجات دي كرامات سانس كيرين فيها كتير بيبقى فيها البابو الخلاصة في الآخر نحن عندنا ثمانة فيتامينات اللي هم بي وان ثيامين بي 2 ريبوفلافين بي 3 النياسين بي 4 ما عندناش بي 5 اللي هو باتيثينيك اسد بي 6 اللي هو بايكسيدين بي 7 البيوتين بي 8 ما عندناش بي 9 فوليك اسد بي 10 و 11 ما عندناش بي 12 الكوبالامين تمام طيب ناخد بقى فيتامين بي 9 اللي هو حمض الفوليك فوليك اسد احنا بيقوله بالعربي حمض الفوليك واناس كتير فاكره ان ليه علاقة بالفول هو ما عندناش بالفول هو حمض الفوليك نتيجة كلمة كلمة فوليك معناها باللاتيني الورق بتاع الفضار ورقة الفجل ورقة الجرجير ورقة الغص الورقة نفسها اسمها ليف ورقة اي نباتة فليف بالانجليزي باللاتيني اسمها folium تحقق منها folic acid لان ده السورس التوع من لي هو القضروات The name is derived from the Latin word folium which means leaf of vegetable since folic acid is abundant in vegetables الكيميا بتاعتي عبارة عن bento petroic acid او teroic acid اسمها teroic acid نقرأها bentoic acid بسيئة غلط احنا نقرأها teroic acid teroic acid لاني البي لما تيجب عليها T تقيلة لما تيجب بعدها T غالبا البي مرتينتش بيينطق T لوحدها زي كلمة tosys مثلا توزك اللي يستخدمين عنده بيسموها tosys هي اولها B B تقيلة فليسمها teroic acid teroic acid عبارة عن teroic acid group linked to bar amino benzodiaz اللي هو البابا اللي قلناه من شوية اللي هو بيتامين مين بي عشرة اللي هو كان زمائي اسم بيتامين بي عشرة وحاليا طبعا يتلقى لان انا اصلا ماشي لازم عندي لوحده هو دي لازم لما يشبك في التيرين رينج او تيرين جروب فالتيرين دي عبارة عن التيرين دي عبارة عن الحلقة دي اسمها حزقة التيرين شبكة مثلا معها هنا عند رقم اتنين امامينه عند رقم اربعة هنا وعند رقم ستة شبك الميثايل فاسمها مثلا دي اسم تير ربعة اتنين امامينه اربعة هيدروكسي سيكس ميثايل تيريدين دي اسمه على بعضه هنا كتبها ميثايل تيرين على بعضه هو اسمها اتنين امامينه فور هيدروكسي سيكس ميثايل تيريد امامينه او اسمها على بعضها تيريدين رواكروب تشبك فيه الحلقة دي الحلقة الابنزوك وهنا دي بارا امامينه وادي ايه ال COH كما يسمى Barшего Amino Benzoic acid هذي what we alwaysunch مع ela بيبي أسمى Benzoic acid هذا ال Benzol و هذا ال COH. ن 추ديد دوننا بنزول نشبك الامين بسف Sold CO وال Ceod经 hom hyano será bar amis Et by cc وبعد النهاية وهنا اخرين تجوAnn quei نشبك مع ايه ؟ مع تيرين جروب دي يبقى اسمها I Emmg acid على بعضيها ونشبك كمان معها اللي هو اخرين هذي واحد من ايه ؟ من الاسدك امانو اسد. في الحيوان في الانسان وفي الحيوانات المركب بيبقى اخره كده. قادل ايه? اتنين جروب شابكة مع البابا شابكة مع البيوتاميك اسد واحدة بس البيوتاميك اسد. في النباتات بيمسكوا بقى بيوتاميك اسد اتنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية سبعة بيوتاميك اسد شابكين مع بعض. كل واحد يوش في التانية كده اعطوا كده. فا اه دي تبقى اسمها اه بيسموها ايه? او تيرويل تيرويل بولي جلوتاميك الحلقة دي كلها اللي هي التيريدين رينج او تيرويل اسد على بعضها مع البار امان الملكات اسمها على قضاء تيرويل تيرويل. عادي شغل بي انطقها بتيرويل هي تيرويل تيرويل بيها ما فتش تيرويل بولي جلوتاميك بولي يعني كتير جلوتاميك اسد يعني كتير من جلوتاميك اسد لانهم في النبات ما يبقوا من اتنين لسبع لسبعة جلوتاميك شابكين في بعض. طبعا في الهيومان بيحللوا كلهم بيبدل واحدة بس هي دي بي اسمها اه تيرويل مونو جلوتاميك ده في الايه في الانسان او في الحيوانات. طيب ده تركيب بتاعه. فعشكيب يسموه تيرويل جلوتاميك اسد او على بعض اسموه فليك اسد. الهيومان ما بيعافش ينتج لها البابر ولا يشبك المركب ده في الجلوتاميك وبالتالي ما بيعافش ينتج لفليك اسد. وبالتالي فليك اسد دعبها عن ايه? اه كومباونت وبالتالي يبقى بايتامين. كيبتا انا قلنا تعرف في البيتامين? انه حاجة الجسم ما بيحتاجها بكمية قليلة. والحاجة التانية انه ما يقدرش يعملوا الجسم. نفرغها مثلا مشكلة حاجة بتبقى بايتامين. يعني مثلا البروتين او الامين واسد انا بحتاجها من بره. ما عارفش عاملها الامين واسد. لكن بحتاجها بكميات كبيرة. فتفاش تبقى بايتامين. ده بروتين ده جزء اساسي في تكوين الجسم. البيتامين لا تشارك في تكوين الجسمي لها وظائف مهمة في الجسد. لكن اللي بتبني بروتين ولا بتبني عضارات ولا بتبني سكر ولا بتعمل منها ليبت. ما بيتعملش منها اي حاجة في الانابوليز. دي الخاصية التانية للبيتامين. يبقى البيتامين حاجة اللي بيتعمل منها بيتبين منها جسد. ولا الجسم احتاجها بكمية كبيرة. ولا يعرف اعملها. ادي مع قيمة ايه? بيتامين. لو صالح ادى واحدة ما يدعش البيتامين. طيب. ده اسمه الفوليك اسد. يجي بقى عمك النات بي مع حاجة انزيم اسمه الديهايدروفوليت ريداكتيز. طبعا يتخدم النات بي اتش اللي هو ريديوس. يحوله الاكسدايز. وهنا يعمل الريدكشن الليمين. للفوليك او فوليك اسد. يسميه دايهايدروفوليت. دي اتش اف او اف اتش تون. يعني فول packed with hydrogen. ييشتغل لان مرة, نفس الانزيم. الديهايدروفوليت. يشتغل على الديهايدروفوليت ده. يحولו الى التتراهايدروفوليت اللي هو F H families او F H4. Okay, الار دي اللي هي باقي المركب اللي بعد ده. هنجي هنا فوق. من اول البابا دي هنا سميناها ار اختصارا يعني. دك هما الجدء الاساس الاكتب بتاعها اللي هو مين? اللي هو جدء ده. اللي هو الميثايل تيرين ده. هو ده. بنشبك هنا الاربعة اتش في الدربات خمسة وستة وسبعة وثمانية. ونقبلنا هنا ان الحلقة دي فيها خمس انات. دي واحدة اهي. اتنين تلاتة اربعة خمسة. فيها خمسة ان. كل الحاجات بالنظر لانها مش سيهات. تمام كده? طيب فاحنا جبك هنا كان اربعة اتش. فاسمه تيترا هيدرو فوليت. هذا التحويل من فوليت العادي الى تيترا هيدرو فوليت هو الاكتب فورب. بيحتاج الى وجود الاسكوربك اصد اللي هو فيتامين سي. او فيتامين سي مهمة جدا في تكوين الهوليك اصد. نشوف عمنا سائل الرابع عليهم في الكلام ده. قال لك ان الميزور سورس هو اللي في فيجتابل لانه جاي من كمية فوليوم اللي هو ورق النباتات. لكن برضو اللي هو الكبدة. والهول جيرينز اللي هي الامح والحاجات دي والسيريال الحاجات دي. والبينز الفول برضو في سورس. لكن ما هواش حمد الفوليك مبني يعني جاي من الفول بس. احنا يعني قادرا عندنا انه احد احد مصادره هو الفول. لكن ليس المصدر الرئيسي وحمد الفوليك ما مش اخب الفول بشكل مباشر. حمد الفوليك بيجي اكتر مشكله مع العامين او مع الناس اللي عندها مشكلة في الابسوربشن. لكن ليس علاقة مباشرة بالفول وهو الكلمة فوليا معناها ورق النباتات. نفس كذب ان قلناه التريدين مع البابا تعمل في التيريك اصد ما الايه? مع الويتامات بتعمل فوليك اصد. على بعضهم كده المهم اه? فوليك اصد اهو. القولنا في النبتات بيبقى فيه من اتنين لصبع اصد. اه كل واحد فيهم اتتش طووذا جامة كاربون او كويتامات. كل واحدة في الايه? في جيوتامات دولا بتبكه في الجامة بتاعت الابلها. في الضرقة ال جامة هتلاقى قبل هيدا. يعني لو قلنا دي نجح ثاني لل ايه نعط من جاما دي. انا دي اول ذرة اسمها ايه? دي اسمها الفة. لأ دي الفة. مين الفة هي? ودي جاما اللي بعد هي الالفة. دي الفة بيتا جاما دي شاوك هنا تانية. هتشبك هنا بقى الايه? التانية بقى. والتالتة وهكده والربعة وهكده مين وسبعة. تمام كده? طيب. اه. نرجع تلني هنا. اه. اه. اصد عن اه تيريدين رينج اللي هي عبارة عن اثنين امينو. دي موانا اربعة هيدروكسي سيكس ميثايل بتيريدين. الحقيقة الاصلية دي اسمها تيريدين. من غير ما يشبك كل حاجات ببعضها. يعني لو شلنا تيريدين ليه ليه سي اتشوه دي. كلناها سي عادية. ولي بقى سي عادية. يبقى اسمها تيريدين رينج. نشبك هنا عند رقم اثنين امينو. وعند رقم اربعة هيدروكسي وعند رقم ستاسعة او ثلو عند رقم ستى. نشبك اللي هي الميثايل بقى تصفة عهنا خلاص. وهدنا بنعدوهم واحد. اثنين ثلاثة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية ولي بقى الرقم تسعة. تمام? يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى اتنين يدينا من التيرويك أسد. نشبك معه بلتاميك أسد يدينا الفوليك أسد. اللي بينطس الزاي بقى او بيدخل الزهر الجزء في التيريجلوتاميت ده اللي هو جاي من النبات بيبقى اسمه تيري اه تيرويل فرق تيرويل بوليجلوتاميت. تيرويل اللي هو كل المركب ده شابط مع بوليجلوتاميت بروكن تو تيرويل مونو جلوتاميت باي انتستان فولي بوليجلوتاميت هايدروليز. اسمه فولي بوليجلوتاميت هايدروليز ده انظيم موجود في الانتستان في دماء قدعكنا. بيحلل البولي الى مونو يعني بيشيل هما الجلوتاميت الريزيديو من اثنين لسبعة ويخليه واحد بس جلوتاميت ريزيديو وبالتالي بقى اسمه تيرويل مونو جلوتاميت اللي هو اللي بينطس بتاعنا الفرم اللي بينطس من من الفوليات. لو انا هاخده من انيمال سورس هيبقى عندي جاهز تيرويل مونو جلوتاميت. دين بعد ما ينتص بشكل التيرويل مونو جلوتاميت بيدخل الليفر وعنطرية طبعا الدارة البابية الكابدية. بورتا سيكوليشن. ذا الليفر يرجع تاني الى طبعا يكتبه الاول الى اه اه اتش تو فوليت. اللي هو اه اه داي هيدروفوليت. ثم اه تات هيدروفوليت اللي هو اربعة او اه 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 اف ات. الليفر بقى بيحول تيترا هيدروفوليت دا. مونو جلوتاميت. اه تيترا هيدروفوليت يرجع تاني يبقى بولي. يبقى اول اكتفه. حط له اربعة هيدروجين. ثم رجعه تاني بولي رجعه تاني الجلوتاميت اللي خدناهم منه فين في الججنا. عسان يخزنه. جزء بقى من الفوليت دا بيحصل اكسي كريشن ان باير. البايل بيطلعو. بيطلعو. هو بيخدرونه عندي في الليفر. دماغي يطلعوه يطلعوه منين في البايل. في المراه في اثارة مرارية. بيطلع على هيئة ان خمسة ميثايل تيترا هيدروفوليت. ان ام اه خمسة ان خمسة هنا عند ان خمسة هنا لو كنا بنى هنا. عند ان رقم خمسة دي. اه. بيشبك فيه واحدة ميثايل يبقى اسمه. ان خمسة ميثايل تيترا هيدروفوليت. ام اي اتش اربع فوليت. ميثايل تيترا هيدروفوليت. ويتش ادري ابسوربت انت اتزا ميجور سيركوليتنج فورم. هنا الباحث حاكد مها سيركوليشن. بيتلف حوالي نفسها هنا. بيطلع من البايل يدخل فين? البايل بيدخل فين? الاثنى عشرة. عاكمهم بايل باكت. ثم على الجوجنام. ثم الجوجنام. ثم يمتصر مرة تانية من الاليام. يرجع تانية على مين? على الليفر. في البورتالك. في البورتالك. في البورتالك. في البطارية دي باسمه سيركوليتك فورم اف فوليت. عشانا اللي انا عايش منه. اطلعه. للجيز. واللي انا مش عايش دولتي اخزانه. وزيادة عن التقرين اطلعه برة خالص في البايل مرة اخرى. تمام? ده اسمه ايه? دي قصة ايه? الدورة بتاعته في الابسوربتن بتاعه. بيشتغل بقى ايه ساعتك ده? الفوليك اسد. الفوليك اسد بيلايه اكي رول ان وان كاربون ميتابوليزم. حاجة اسمها الوان كاربون ميتابوليزم. اه الايد الذي يستخدم ضربة كاربون واحدة. دي معناها كده. في مجموعة من التفاعلات الكيميائية بتحتاج في كل مرة الى ضربة كاربون واحدة. اسمها وان كاربون ميتابوليزم. دي اكتف فورم اللي هو تي اه تي اه تي اكتف فوليت. اكت از كاريار اف وان كاربون جروب. الكاربون جروب دي تمسك اما في الان خمسة او في الان عشرة. دي نى اشرة دي بت بتاعي. اللي انا عايز اوادي لها. ممكن يمسك في الاتنين. يعني في العشرة. خيمة او في الاتنين مع بعض. لكن في كل مرة مثل gros بيدي لوحدة بس كربون لالترج� بتاعي او لمركب اللي انا عايز الحطوليو كربونا. طيب الاكتيفتي دي بتاعت ممكن يحضرها انهيبشن بطريقتين. يعني ممكن العملية دي يتم ايقافها بطريقتين. عملية تكوين بقى الفوليك اصد ممكن تتوقف في حتتين. اولا ممكن نوقف اللي هو الانتاج الفوليك اصد نفسه. باني دي مع البابا يمسكه في الجيوتاميت. المسكة دي بدواء اسمه السلفوناميد او ادوية السلفة يعني. السلفوناميد دي دي ايه ادوية دي بعض الرضوطات الحيوية بتقفل حتة دي فتمنع تكوين الفوليك اصد شخصيا. دي اللي بتتم في البكتيريا. دي مؤثرة بس على مين? على البكتيريا اللي دي دي في جسمي. فدي عشان كده بتشتعها كمضادة حالي جود. ليه? لما بدي السلفوناميد هنا. بتوقف انتاج او شبكة الايه? التيرويل الرنج دي في الجيوتاميت لانتاج الفوليك اصد. لبقى انا وقفت انتاج الفوليك اصد. لكنها لا تؤثر على الانسان. طب ليه ساعدتك؟. الاجابة لانه الانسان اصلا لا يستطيع عمل هذه ايه? التفاعل الكيميائي. وان الحركة دي اصلا ما بتتمش في الانسان. والانسان لا يستطيع التعامل مع الفوليك اصد. ايه لما يجيله جاهز فوليك اصد. فاصلا انا لازم الفوليك اصد ده بالنسبة لي انا ما قداش تعمله في جسمي. لازم يجيلي جاهز. فكده كده الحاجة اللي احنا بنع انتاجه مش هتقصر علينا شخصيا. لانه هتقصر لان ايه? انا اصلا ما بعرفش اعمله من اصده. فاهمني? يعني هما خاصة علاوة اه اه خاصة ممثلا مرتب من موظفين الحكومة. وانا باش بوضع حكومة اصلا. انا شغال في قطاع خاصة. مش تفهم معي حاجة. في نفس القصة. الانسان اصلا لا يستطيع اصلا ان ينتج الفوليك اصد من البريكيرسا بطاقته. لازم يجيله جاهز. وبالتالي ده الدواء ده بيشتغل بسه على البكتيريا لان هي اللي محتاجة تعمل الفوليك اصد لنفسها. لكن انا مش محتاجة عمله النفس ان انا بيجيني جاهز من بره. عشان كده هو اسمه انتي بيوتك. مضاد حقيقة. بيموت البكتيريا لكن ما بيموتكيش انه ما باستطيع انا. لان انا اصلا مش بحتاج المتفاقات دي. لان انا اصلا بيجيني فوليك اصد جاهز. لكن فيه هنا عدوية تانية بتمنع ال đi اف اتش. دي اتش اف تري. الا هو داي هايدروفولات الانزيم ده اللي بيحويل فوليت اصد اللي هو النيل اللي جاهز من الاكل جاهزة الى تيتراهايدروفوليت. الدواء ده اشهر دواء ليه اسمه ميثو تريكزيت. ميثو تريكزيت ده دواء مشهور جدا في الانتي كانسر ثيرابي. بيتاخد بقرعات عالية جدا في الانتي كانسر. وبيتاخد بقرعات صغيرة في الروماتويد ومعض الأمضاء وتزمين اخرى. واحنا بيتقوم مثلا في الروماتويد بقرعات مثلا من اتناشر لخمسة وعشرين ميلي جرام بير ويك. قططت هذه جوعات لخمسين ومية وخمسمية احيانا بير دي في الانتي كانسر. فالدواء ده من ادواء مشهورة جدا 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 في الروماتويد. ولو عندك حد قريبك عنده الروماتويد او انت نفسك شفت حد عنده الروماتويد قبل كده. اه هتلاقي دائما حافظ اسم الدواء وإلاك الدواء الميثو تريكزيت حافظينه يعني. تمام? الدواء ده بيمنع او بيقلل تحويل الفوليك اسد الى تيترهايدروفوليت عن طريق انه بيقفل على الدي اتش اف ريدكتاز. وبالتالي بيقلل الفوليك اسد وبالتالي اي عيان بياخد ميثو تريكزيت يفضل انه ياخد فوليك اسد ويفضل كمان انه ندله التيترهايدفوليت عن طريق اللي هو ايه? اللي هو الجاهز. تمام كده? طيب. التيترهايدفوليت ده اللي هو الاسر الجاهز. بيعمل ايه? بيعمل اساسا نتائل حاجات. امينو اساسي سنسيسز. بيورين سنسيسز. وتي ام بي تي ام بي ده. اللي هو. اسموهم. الثيامين. مونونيوكليطايد. اه. ثيامين مونوفوسفيت. اللي هو مين? اللي هو النوكليطايد يا جماعة الثيامين. بيحول من اليوريدين الى الثيامين. اسمو دي اوكسي يوريدين مونوفوسفيت. بيحول اه دي اوكسي ثايميدين مونوفوسفيت. ده واحدة من النوكليطايد بيزاح الدي ان ايه. وبيعمل برضو البيورين اللي هما مين? الادينين والجوانين. ضمامين. برضو بال ايه? بيدي ان ايه. وبيعمل امينو اسد سنسيز. فهو مهم جدا في انتاج الاحماض الامينية اللي هي المش اسفنشيال يعني اللي انا اعرف اعملها في جسمي. ومهم في انتاج البيورين والبيورين اللي اتنين يعني مهم في انتاج الدي ان ايه. طيب الكاربون ده بتجيه منين? اللي هو نحوانا هو بيشتغل كوان كاربون بياخد الكاربون من حاجات ويديه حاجات تانية. بيابقوا بسلا كاربون الان سرين او الجليسين او الكولين. ويديها المين يديها برضو ويعمل بيها سرين تانية او تلقي تانية». طبعا окلない ولا يركлас حاجة تانية. ممكن بيحول بقى ال هي? اللي هو الا applique اللي هو من esaria الذي هي نتاج اللي هو. اى الي هو ثيميدين مون فيسفيد. دي اوكسي ziehenflight من ازراد كوان كام يحول بيحول الى النجور الشكل بتاع الدي ان ايه ايه. اللي هو الثيميتين. اااااا اى برضو اللي هو الفيل مثيل. بيحول الفورمات الى بيورين. الى بيورين وثيق تو. الهيستدين برضو بيدخل هنا معايا في. كل مهم من المتفاوات دي. خلاصاتها انه هو بيحول بينتج امينو اسد. بينتج البيورين. بينتج الدي انا. وبرضو بينتج الميسيونين من الهوموسوستين. هنا بلايه التفاعل ده. بيكون محتاج لكوبالامين اللي هو فيتامين بيتويل نقضي بعد شوية. كل التفاعل دي بتبقى عنظريه الفوليك اسد. نقضي بالتفصيل شوية. السورس اف وان كربون اتم بتيجب نينة الوان كربون اتم. يامل الفا كربون بتاعة الجايسين. يامل بيتا كربون بتاعة السيرين. يامل تريبتوفان اه 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 اسمه فورم. فورم اه اه فورمايل كينيورينين. فورمايل كينيورينين. او الهستدين من الفورمينين. فورمينين اه بلوتاميت. فورمينينو بلوتاميت. هو بياخد التريبتوفان يعمل منه فورمايل كينيورينين للي خيب منه كربونة. وبياخد الهستدين يعمل منه فورمينو قليتميت ده اللي هو الحاجات اللي هو بياخد منها ذا موانا يأخذ الهستودين وبيعمل منه التريبتوفان يعمل منه فورميل إنيوارينين المهم انه يأخذ الكربون من الحاجات كلها يوديها ف بين يعمل منها كليسين برضو او يعمل يعمل جليتين حوالي سيرين او يحول الهوموسستين الى ميثيونين او يحول ذا موانا دي اوكسي يوريدين مونوفوسفيت الى دي اوكسي سايميدين مونوفوسفيت حاجة في الدي اي انيات وبيبروفايد السي 2 والسيتامانية من البيورين البيورين تبيها تمانية الكربون فهو بيديها السي 2 والسيتامانية والاكسيديشن لأي حاجة حاولها سي او تو كل الحاجات دي اه معناها انه الفوليت بيبقى مهم جدا فيه انتاج النيوكليك اصيد او الاحمادت ثم يقلب من النوعية اللي هي دي اي او الار او ني اي مين اللي أنا بحتاج بها دي اي بشكل كبير الخلايا اللي بتنتج بشكل سريع اللي هما مين او بشكل كبير سواعن في اثناء الجرPS نمو الطفل او نمو الينسان يعني الخلايا اللي بتنتج بشكل او بتتكسر او بتبعيب من المتكرر ومستمر. في حاجة اسمها الفوليت تراب. فوليت تراب يعني فخ. آآ يعني ايه? يعني عندك فولات كتير فوليت كتير لكن مش عارف ان انا ايه? استخدمه. ازاي? احنا مثلا الميثايل الميثالين تي اف تي اتش اف اللي هو اللي لما يدخل الميثيل على. هنشوف بعض الشيطة الفاعدة بيزام هنا. لما يدخل الميثايل على ال. اللي هي تترهاد حاجة بيحوله الى نتواجم ولانه ده. الميثايل تترهاد حاجة ده.Regra 줄 الى التترهاد حاجة ده تحول. لدء محتاج الكوبولامين. الكوبولامين اللي هو مين نبقي Caitlin B12. لجمع ثانية تحول الى التترهاد حاجة دة. تترهاد حاجة ده. عشان هو اللي بيتحول هونو 50 الى ميثيونين. وعن تريد انزيم اسمه ميثيونين سينسيل. احنا متبقين ان كل الويكمبيليكس بيشتغل كو انزيل يعني انزيمات بسعادة. فالتترهايدوفوليت اللي هو الفولكاسر الاكتف بيحول الهوموسستين الى ميثيونين عن طريق ايه? انه بياخذ منه واحدة ميثايل. فهو يحصل يتحول الى ميثايل تترهايدوفوليت. هذه العملية في غياب الكوبالامين اللي هو فيتلين بي تولف عملية له ميثايل لالتخلف. وبالتالي حيتجمع عندي كميات كيفية جدا من التطريق الايد الفوليت. مش عانف عبقولها فين. وفي نفس creativity اللي هي التطريق الايد الفوليت العادي بقى مش موجود. تمام؟ يبقى اناidé عندي مثالين في التطريق الايد في اتش ايه沒 تحول هاي الى مثيل تي اتش اف. نحن ان يتحول لتي اتش اف محتاج كوبالامين. والتي اتش اف لما بيعمل مثاليشن اللي الهومو السلسطين يحوله الى ميثيونين بيدي بياخل افضل من الهومو السلسطين واحدة مثال فيبقى ثمه مثال تي اتش اف. والعملية دي لازم تحتاج بيتلين بي تويلف عشان ترجع تاني. ففي حقيقة الديفشنسي اف بيتلين بي تويلف. بيحسى بقى تراكم في الفوليت يبقى اسمه فوليت تراب فخ الفوليت. الهيئة الميثايل التتهايدو فوليت ويتش از ان اكتب ما بيشتغلش تاني. لازم يرجع تاني تحول لتي اتش اف بي البي تنشر اللي هو كوبالامين. تمام? نشوف بقى الفنكشب بتاعته في سعيل وعرابي نفس الكلام. قلنا ان الاكتب فورم اللي هي التتهايدو الفوليت. بيعمل synthesis of dna and rna through synthesis of purine الادينين والجوانين. والميثيوليشن of uracil to thymine. او uracil ده اللي هو ايه موجود الارن ايه. بيحول ثيمين بتاع الدي انا. غصف فوليت is required for cell formation including blood cell. بيعمل both the synthesis of non-essential amino acid دي السرين والجاليشين كل الامانات اللي هي مش اسنشيها بيعملها عن طريق الفيبر الفلك اسد. والconversion of سستايين تو ميثيولين دي مهمة جدا. اه الوان كربون ده قالك بكلم ان ايه موجود على هيئة يا اما مثيل او مثيلين او فورميل او فورمينينو. كل المجموعات دي ممكن تشبك في الفوليك اسد. يبقى هو ده المصدر بتاع الكربون. وكلها ممكن يتغيروا مع بعض مع عدل مثيل. ده ما بتحولش الى اه الا باستخدام او بوجود الكوبالامين. كمان كده? السورس اوف اه اه كربون ده ما قلنا بيتا كربون او سيرين ده اكتر اه سورس ممكن معاها تبتوفان او هستدين. الفيت اذ ما قلنا سينسل او اه سيرين او يورسيل تحوله الى ثيمين. وكمباتين ده ما قلنا متعاد يعني. ويدي الـ C2 و C4 من البيورين. دي كلها ايه رسمة دي بتجيبلك السورس بتاعنا. مثلا تبتوفان ادى اتحول لفوماريت. وهنا التحول الى ايه ايه انا عشرة فورميل اه اه تتراهيزفوليت. اعمل البيورين ادى الـ C2 للبيورين. الهستدين تحول الى ان فورميلينو بيوتاميت. اه حول الحمد الفوليك الى ان خمسة وان عشرة. ميثايل تتراهيزفوليت. ده ادى الثيتامانية للبيورين. السيرين والجلسين والكلين ادوا مع بعض ايوا حبيب ادى كربونايا للحمد الفوليك. فبقى خمسة عشرة بقدر ميثايل. ميثايل يعني فيه اتنين ميثايل. عشان تبقى عارفين. ميثايل يعني واحدة ميثايل بس. انما ميثايلين يعني فيه اتنين ميثايل. يعني خمسة عشرة اتنين شبكين مع بعض. هنا بيدي السيرين برضه او اليوريسين يحول ليثايمين. او يعمل غريسين. وممكن يتحول الى الميثايل. اللي هو ايه بيحول اللي هو سيستيين الى سيستيين. اه الى ميثيونين. ودي اللي هي. اللي توقف عندها هنا لما بتحول الى ميثايل. لهذه المحتاج عشان يرجع تاني الورق. محتاج ايه? محتاج اه. اه. اللي هو بالامين. يوا فيتامين بي. طويل. طيب. قسمنا كده قصة الفنكشن بتاعت البي. الفوليك اسد. لما بيطبع بيحصلين. ديفيشنسي. ليه بيحصل ديفيشنسي? ليوتو اه اه ياما بور دايت الانتاك. اللي اغانية ما بيكلش اكل كويس في اه مصادر كويسة ليه الفوليك اسد. او امبيرد ابسوربشن. في مشاكل في الانتصاص. او انكريز ريكوايارمنت ديورين بريدنش. يان لك في ساعات الست تبقى كويسة. فوليك اسد بحى كويس. لكن لما تيجي تحبل او او اتنائل ولل الرضاعة. تحصل عندها نقص او نقص في الفوليك اسد ياما عندها هي او عند الجنين. وهذا مشكلة كبيرة لبيعمل نيورال تيوب ديفيشن. اللي هي حديث الحديثة اللي ما بقى كده جهاز العصبي. دي الاول هي اللي بتبقى كده البرين والسبينات كورد. هي اللي بتحول المخ وحبل الشوكي. فالنيورال تيوب لو حصل فيها اي مشاكل اثناء النمو الاولان ده في الجنين. نتيجي تنقص في الفوليك اسد بحصل نيورال تيوب ديفيشنس. اللي ممكن تبقى قتلة للجنين. او تعمل له مشكلة في جهاز وعطل. او لما العيان بيتعالج بميثل تريكزيت اللي هو الديهيدروفويت تلكيل انهيبتور. ده بيعمل بيعمل نقص في الفوليك اسد. طب انا بدي الدولة ليه اصلا? انا اصلا بديه عشان اقلل الفوليك اسد. ده انا اصد الحكاية دي. لان هنا فيه حاجات انها امراض المناعة الثلاثية مثلا او امراض الكنسر. انا اصد ان انا اموت الخلايا ثريعة الانقسام دي. اللي هي ثريعة التوالد. فانا ببقى اصد ان انا اوقف الحتة دي. لك طبعا بدي معها حمد الفوليك عشان ما يحصلش اوبر. ما يبقاش الموضوع اكتر من اللي انا عايزه. اعراض النقص بيحصل ايه عندنا? بيبقى فيه نقص فيه امتسام الخلايا تؤدي الى اه حاجة اسمها بان سايتوبينيا. اتات النوع في الخلايا في الدم بيقله. فيه عندنا انيميا اللي هو نقص الحديد او النقص الى ايه. ثور نقص الى نقص الى خلاها حمره. مش Aahن في الحديد ولا احسة ايه نقص خلاها حمره. نقص الحديد دي نوع منها ايه اللي هي من أعيان دي فل informações عن انيميا. انما انيميا كلها هي آنيميا آى مفيش نيميا يعني دم او ايميا دم. ف آنيميا معناها هي آن مفيش آج او آج الاثنين. آن nymya آن مفيش آج دم يعني دم. آن ايميا دم يبقى مفيش دم. مافيش خلا steel دم حمره يعني دم depend котороеCK نقص نوع النقص اللي بيحصل هنا في الانيميا اسمه ميجالوبلاستيك انيميا مرة فاتي ثالث انواع الخالية تبقى صعيدة في الحجم والكمية الهيمجالية جواها وقليلة نتيجة نقص الحديد مثلا يمكن ان يكون اسمهاoduصية اميكوها في نورموثيتيك نورموكأروميك gesam fort من أشهر أطبابها لو في مشكلة في تكسير الخلايا مثلا مثل هيموليسيس في حاجة بتكسر الدم أو مشكلة في البون مارو نفسه بيقلل الانتاج بتاعه لسبب ما أعطب مثلا أبليزيا في البون مارو النوع التالي اسمه ميجالوبلاستيك أنيمياميجا يعني كبيرة ميجالوبلاست نوع من الخلايا الدم الحمراء اللي هي إماتيور الخلايا النهائية اسمها ريسترسايت تمام لكن الميجالوبلاست دي خلية بدائية شوية إيه اللي ودى خلية بدائية نازلها الدم هنفض بقاعدة جوه اللي بنمره إيه اللي نازلها إنه ما عرفش يكمل النمو بتاعها ما عرفش يكمل النمو النطج بتاعها أو الماتيوريشن بتاعها فنزلت وهي إماتيور غير ناضجة فبقى حجبها كبير وكمية الصبغة أو الهيموليبين اللي فيها كبيرة لكنها مش شغلة كويس كمان عادتهم قليل يقصناها ميجالوبلاستيك أنيمي أو ندر نسميها ماكروستيك هايباكوروميك أنيمي عكسر ماكروستيك هايبوكوروميك الميجالوبلاستيك أنيمي بتحصل في نقص الفيتامين B12 اللي هو الكوبالامين أو في نقص الحمد الفوليك اللي هو اسمه B9 برضو بيحصل بكريب مانتبلكاشا أو في جي اي تي تراكت برضو انقسام الخلايا في الجي اي تي في الجاسترو اللي هي جهاز الهضمي جاسترو اللي هي الصمت المعدة وانتستان هي الأمعاء لكن الجاستو التراكت هي القضانة هضمية كلها تفرق عن درجيستي سيستم درجيستي سيستم بيبقى القضانة هضمية اللي هي من أول الماوس لغاية الإنس زائل الغدر المحاقبية للبنكريات والليبر والليسبيلين كلهم دولة اثنو على بعض درجيستي سيستم نشيهم دولة بنقب بس القضانة واحدية هي اسمها جاستو انتستاني التراكت تقدي إلى جولستايتس التهاب في اللسان وفاتي ديارية اللي هو استياتورية يعني اللي هو اسهال دهني وممكن تقدي إلى مشاكل في النمو وبيحصل هايبر هوموسيستينيميا يعني أنه بيحول هوموسيستيني إلى إيه؟ إلى ميثيونين لو هو مش موجود هيبضل هوموسيستيني زي ما هو يبقى يحصل هايبر هوموسيستينيميا الاحتياجي منه في البركزاند بيبقى في حدود 400 ميكرو جرام برد دي عشان يقلل من قصة نيورال تيوب ديفيك اللي قلناها أنه في الأطفال ممكن يحصل مشاكل في تطور النيورال تيوب القناة العصبية اللي هي بتقدي بها كده بتعمل بها كده المخ والحبل الشوكي احتياجه اليومي منه 200 ميكرو جرام برد دي وفي الحوامل المخططة لـ 300-400 دي ما قلناه في حاجة اسمها فوليك أنتاغونيست اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو السلفونايد أو السلفونايد اللي هو أدوية السلفة الأنتيبيوتكس اللي فيها السلفة اللي هو عبارة عن كومبيتاتيب انهيبتورز أوف ذا انزاييم رسبونسيبول فور انكورباتيوف بابا تو فورم فوليك أسد باي بكتيريا كومبيتاتيب انهيبتشن يعني ايه السباق المانع اتنين بيثبقوا على نفس المكان على نفس الجون الأهل والذباكهم بيتن بيحاول يدخلوا في نفس الجون هيحصل ايه؟ هيضربوا بعض فكل واحدين بيزوء التاني عشان يدخل هو دي مع ذكلمة كومبيتاتيب انهيبتور ده بيدخل على المكان اللي هيمسك فيه الانزيم اللي بيحاول اللي بيوش بوك البابا في عشان يعمل فوليك أسد في البكتيريا يدخل ده يمنع الانزيم من ايه؟ انه يشتغل بيدخل فيه مكان الانزيم وده بيتاب يعمل انهيبت بكتيريا وبيتاب يموت البكتيريا مما يشتغل فيه مكان الانزيم والانزيم هو لأن المميلي الحيوانية السادية كلها والانسان طبعا بيه بالقياس يعني الانسان ما بعتبروش حيوانا هم بيتعبوه بره حيوانا لكن احنا هنا بيش بيتعبوه حيوانا الانسان هو بيقاسع على الثريت او الثريت يقاسع على الانسان الانسان لا يستطيع ان ينتج اصل الفوليك أسر بيأخذ حيوانا جاهز من بره الانسان هو ميشتريك ده وانتي روماتويد أرثريتس دراج وانتي طبعا الروماتويجي وانتي أوتو إمين عموان يعني دراج التأكس اسكم بجيتب انها بتبضل للديهايدروفوليتردكتيز اللي هو بيننا التحول لفوليك أسد للأكتيف فورم بتاعته تمام كده الديفشنس إذا مقالنا هنا بيقول لك البنثيتوبينيا اللي هو البلاكسيل كلهم بيوقعوا فبقى فيه مجالي بلاستيك أديميا ماكراستيك أديميا يعني أو ليكوبينيا أو ثروم بتاعتوبينيا زي ما قلنا وإمبادة جروس انديرات تور ديفيكت في الفيتس في الجنين زي ما قلنا الفوليات الداغونيس اللي هو التراميسي بيب اللي هو أدوية الصرفة هي هي نفس الاسم يعني التراميسي بيب هي هي صرف النمائدة نفس المجموعة الأدوية والميسوتريكي زي ما قلنا من شوية تمام كده؟ نرجع لكده انها خلصنا فيتامين بي سي ساعة اللي هو فوليك أسد نتكلم بقى عن فيتامين بي إتناشا وانا اخبتنا ان هما ميرتبهم غلط هنا الترتيب هنا مختلف ان هو جايب بي تناشر قبل الفوليك أسد في فعيل وعرابي لكن جايب الفوليك أسد الأول في الأسر يعني راح نمشي بترتيب الأسر يعني راح نمشي على الاتباليك أسد الأول ثم اللي هو اسمه كوبالامين كوبالامين كوبال يعني كوبالت وأمين يعني في مجموعة أمين نعم؟ طيب كوبالامين ده Part of Coreine Ring قول بقى اسمها Coreine Ring تقوم بترتيب البرفيرين وهب هذا عن For Birol Ring Co-ordinated With Cobalt Atone إيه الكلام من الخيط العبقية ده في هذه اللch BECAU badge اسمها Birole Ring هي ده واحدة كل راحية من دولة الإطلاق اي اثنيني تلاتة . اي اربعة كل واحدة من الاربع۸ دولة انظر سمه بي ري 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 اربعة بي ري الور يقوم بترتيب البرفيرن كورين درنك مجمعين حواليا ذرة واحدة اسمها الكوبلت آتوم. الكوبلت ده عنصر, عنصر الكوبلت. هو اللون احمر هو اللي بيعمل اللون احمر اللي فيتامين بي 12. واي حد تعرفه بياخد حوالا فيتامين بي 12 مثلا هتلاقي الحون اللونها احمر لازم يكون لها احمر. ليه? الكوبلت ده هو اللي بتجعل اللون احمر. هو اقل لون احمر. تمام? طيب. الكوبالت ده تكافوه كام? تكافوه حضرتك السداسي. بيشبك مع ستة ضربات فوقت واحد. فبيشبك مع الاربعة اللي هم البيرو والرينج دولة. الشبك في الاربعة. فاضل عنده مكانين فضيين. المكان الخامس بيعمل ضربات التكسافمية مع نيكلوتايد كونتينينج بنزيميدازول بنزيميدازول رينج. عشان كاي بيتموها كوبالامين. ده تكون فيها بنزيميدازول رينج دي. ده هي كل الكاعة دي. اسمها ايه? دي اسمها فايف و سكس. ضاي ميثايل. فايف و سكس. فين فايف و سكس. عند ذرة فايف و ذرة سكس. فيه عندنا ضاي ميثايل. بنزيميدازول. رايبو نيكلوتايد. فيها ايه? فيها عند خمسة و ستة. فيها ضاي ميثايل. خمسة و ستة ضاي ميثايل. بنزيميدازول. رايبو نيكلوتايدرينج. كل الكاعة دي اسمها كده. اسمها خمسة و ستة. ضاي ميثايل بنزيميدازول رايبو نيكلوتايدرينج. كل اللي بتاعدي اسمها ايه? اسمها الايه? الامين او الايه بتاع الكوبال امين. يبقى الكوبال امين ادي الكوبال اهي وهو ادي الامين اهي. الظرة بقى او المكان السادس ده في الكوبالت حيوان الكوبالت لستة اه تكافؤ بتاعه. يعني محتاج ان يمسك مع ستة ذرات تانيين حتى المستوى احيو بتاعي يكملي. فمسك في اربعة بيرو الرنج. مسك الخامس في الاميدازول او البنزي اميدازول رنج دي. اللي هي الخامسة ستة داين ميسايل بنزي اميدازول رايب نيوكوليو داين كل القصة دي. شبك اتراحة بخمسة. فقد المكان السادس بيشبك في مين? حاجة بقى من الاربعة. يشبك في سيانايد يبقى اسمه الثيانو كوبالامين. هتقولي الثيانايد ده 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 كان سم المرة اللي فات اتخدناها قبل كده. اقول بقى ايه? بقى بقى سم لاني براكب مع الفيتامين بي تول. يبقى اسمه صيانو كوبالامين. هيدروكسي يبقى هيدروكسي كوبالامين. ميسايل يبقى اسمه ميسايل كوبالامين. او دي اوكسي ادينوزايل يبقى اسمه دي اوكسي ادينوزايل كوبالامين. فهي كل القصة دي اسمها كوبالامين. حبسها بقى نوع الار بقة, يبقى ساينايد يبقى هيدروكسي يبقى ميثيي يبقى دي اوكسي ايدينوزيل يبقى نوع او اسم الفيتامين بي 12 تمام. مصالة الrobytamin b12 الميت والاج والملك 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 بروضاك. اللحمة والبيض والاج والاج والملك 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 بيسموها الدايري داري الى منتاجات القلبان. يبقى افوف اللمن منتاجات القلبان البيت واللحمة. عشان كده هو مش موجود نهائيا في البيلانت سورس. وبالتالي الناس اللي هم عندهم ات ريسك ان يجي لهم فيتامين بي توالف ديفيشنسي. الناس اللي عايشين على النباتيات بس بيبقوا صعب جدا ان هما يعوضوا احتياجاتهم بي اتناشر آآ 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 بيتامين وشكايا بيبقى عندهم بيحصل عندهم كتير فيتامين بي توالف ديفيشنسي. طيب ايه فرق بين ال vegetarian وال vegan بيتelles بكيناء مهنوفي كتير. יים نباتي vegan نباتي. from the two. vegetarian ده ما باكلش لحمة لكن ممكن يأكل بيت او لبن. حسب بقى ايه الانواع ابقى فيه النوع منه يعني. في نوع بينهم بياكل اللبن بس والنوع بياكل البيت بس ولن لو بنبياكل الثنين. فال disrupted entonces يعني ذه بيكل lone باس. loneك من هل يبدو كلش بيت. في terte في الاف vesger estáian. ممكن يأكل البيض لكما يكونش الابن. على سبيلات cel해� felicitor في lacto ovo vesgeride. lacto يعني لابن وoovo يعني بيت. فذا بيكل الاثنين. ده اكل لابن ن את البيض. فدولة الاثلاثة inspira lacto او ovo nuts. دولة ما ي inform es fluidavan. وهو الكسان في بيت Soon된します. هي vitamin B in выпTwesprという على مستخدمه. لانه موجود. يأكل في السورس اللي همال الموجودة هنا. اللي هو سواء الاج او الملك او مندرية الالبان فهو عندوهم برضو السورس للبيترين بيتويل بيحسن مع مين بقى مع الفيجن الفيجن ده كومبليت ما بيكلش نهائي اي حاجة حيوانية ما بيجيش نحية الحاجة الحاجة الحيوانية نهائيا هل فيه سلام المسيحيين اللي هم بيكلش فيه بيض وحاجة سلامش اللي فيه سمك سلامتين يفور سمك ضييب بس ده عايش على طول كده ما بيكلش اي حاجة لها علاقة باي حاجة حيوانية مدى حياته ده اسمه الفيجن فالفيجن ده هو المتطرف بتاع الفيجيتيريان يعني ده الاشتراكي والشيوعي الاشتراك ده الملكية العامة هي الاساسة كان فيه ملكية خاصة بس قليلة الشيوعي لا انا فيه ملكية خاصة نهائيا نفس الكلام الفيجيتيريان بيأكل معظم اكله نباتي لكن ممكن معه شوية ملك شوية ايجس حاجة زي كده انما الفيجن ده ما بيكلش اي حاجة لها علاقة بالحيوانات لأ من قريبة ومن بعيد كل اكله نباتي فقط الفيجن ده بقى وهو مستريكت فيجتيريان او فيجن ده ات ريسك اوف ديباليونج بي تولف ديفيشنسي انا في حياته حيواني بقى هو بقى بيمتص ازاي بيمتص اصلاح توبع شوية في المعدة او مش بيمتص في المعدة بيمتص عن طريق ان يوشبك في حاجة في المعدة في مهن انترنتيكبكتو تماما عنتوه بعد شوية الانتستريني الميكرو ايجرانيزم اللي عندي الانتستريني الفلوري اللي عندي الانتستريني الفلوري اللي عندي ممكن تعمل بي تولف لكنه غير مفيد بالنسبة لي على الاطلاق ليه؟ لانه عسان يوم تص في الانتستريني لازم يكون شبك في الانترنتيكبكتو اللي جاي من المعدة فهو اتعمل في الانتسترين اصلا البكتيريا عاميته في الانتستريني فحيطلع ثاني ازاي الفوق الاستمك عشان يركب في الانترنتيكبكتو مش هيحصل وبالتالي الانتستريني الفلوري اللي بتعمل بي تولف في الهيومان بودي بي تظهر بي تكيريا التكيريا ما معيه انتستريني الفلوري لهم اربعة برول رنج الكوبالت اللي هي فالنصف دي تبكى معها الاربعة برول رنج وانتستريني الفلوري في المكان الخامس والمكان السادسه يعمل السيني thون او الهيدروكسيل او الوي او الادينيزايل كوبولامين. تمام؟ الثيانه هو the most stable form اكتر واحد فيهم ثابت. وبيبقى يعني صعب ان هو ايه يتكسر بسهولة او يكون بسهولة. الحتة بقى حلوة هنا انه بيتخزن في الليفر الليفر اللي واحدة ممكن يخزن فقط الوحيتي كل اللي هو الوطر سيورب الفيتامين كلها اللي تتخزن لفترة طويلة في الجسد هو البي اتناشر بس. كل مجموعة البي من واحد لغاية تسعة مفهومش ما بيتخزنش بمكانة بشكل كبير ولا فيتامين سين. اللي احنا قلنا من خصائص الفترة بول انها بتتخزن في الجسم. الوطر ما بتخزنش. اللي هو عائف اللي بيعف اللي ممكن ان نخزنه في الجسم هو البي اتناشر. اه تسعي فمية او خفتين تسعي فمية من البودي بي اتناشر موض في اي لحظة في الليفر. والليبر يقدر يخزن اه مخزون يكاف في سنة او اثنين. اشان كده عائلين الناس هم الفيغان. لو قلنا بيبعدهم مشاكل في البي اتناشر. ممكن ما يحصلتش مشاكل في الاول. يقعد سنة او اثنين. هو ما بيكلش اي حاجة حليوانية خالص. وميحصل باي فرق. تمام? طيب. بيونطس ازاي بقى? بيونطس اه على هيئة حاجة اسمها الانترينسيك فاكتور بي اتناشر كوميليكس. يعني ايه? كيمة انترينسيك فاكتور? ده العامل الداخلي. فاكتور عامل انترينسيك الداخلي. ده جلايكو بروتين. الجسم بيصنعه. بيتعامل في تحديدنا في المعدة. حاجة اسمها الجاستريك باريتل سيلز. باريتل يعني جدارية. سيلز خلايا. الخلايا الجدارية بتبطل جدا بلادما الداخل. بعضها بيطلع. خلايا اسمها الانترينسيك فاكتور. العامل الداخلي. points B12 نفسه اسمه عامل الخارجي. فالداخلي يمسك في الخارجي. كده هو. العامل الداخليTH prospective i7 2017 and it is. من اللفائفي الهو اخر لمعادة دقيقة من تحت. يبقى الـ Intensivator B12 complex travels through the gut. GIT كلها يعني اللي هي القناة الهضمية. and bind to specific structure يبتك فيه مستقبعات مخصوصة في الميوكوزل cells في خلايا الهوشاء المخاطي للإليام أو اللفائفي. أعطنتم TAS. الـ P12 is transferred into the myocosal cells and then into portal secretion على الدورة البابية الكابدية Lack of Intensivator prevent the absorption of vitamin B12 ناقص vitamin B12 intrinsic factor اللي هو الفاكتور اللي بيمتك في الـ P12 ويخليه متصف القيام. ناقصه بيعمل ناقص في vitamin B12 وده طبعا الأحساس بتاعه أو أكتر ما بينطلع منه اسمه pernicious anemia أو الأنيمية الخبيثة. سوف نشاهله بعد شوائد. واحدة من الميجاليو بلاستيك أنيميا. نهى pernicious anemia. transport and storage of vitamin B12 الـ P12 بيبقى بيمتك في glycoprotein تاني. هو ماتك جوة GIT في بروتين اسمه intrinsic factor. امتصف في الأمعاء ودخل على الدورة البابية الكابدية دخل على الدم ومتك في الدم. ماتك في glycoprotein تاني غير اسمه transcopalamin. trans يعني ناقل. transport. الكوبالامين اللي بيمتك الكوبالامين. يبقى ناقل الكوبالامين. where it is stored in the liver as an exception of B-combelex vitamin which is generally not stored in the body. كل الـ B-combelex ما بيتخدنش في الجسم ما عدا الـ B12. هنا ضعف حتة واحدة الأستاذ الدكتور السعيدة ورابي. انه قال لك ان في الأول في الماوس في البقى فوق من فوق. السلايبة اللعب بتاعي بيطلع مادة اسمها كوبالوفيلين اللي هو الكوبالامين اللي هو اللي هو بيتم بيتويل. فيلين محب. فالمادة دي البورتين ده اسمه كوبالوفيلين محب الكوبال. يمسك فيه ويوديه فين للمعدة ذات. يبقى ما في الماوس B12 بيتويل بيتو أبروتيت كوبالوفيلين دي البروتين السيكيت لاتنزل السلايبة في الدوجينام بقى فيel ايه؟ اللي هو بعد المعدة يعني المعدة طلعت مين؟ اللي هو في الأول في فوق في السلايبة. طلع الكوبالوفيلين مسك بيت ناصة ويونزله معايا من المعدة ونزل لغاية الدوجينم. اللي ايه؟ الدوجنام في الدوجنام اتفك بقى الكوبالوفيلين اتفك هيدوروليزات وتفك رجع ثاني مين؟ إن إتفك بيتويل فيلواحده. ما طالع علي من الانترنتيك باكسل. نزل وراه كده عند الاسنة عشر قبل مواد في السنة عشر. to form IF. اتنشي كوميكس بانها. الاف. اتنشي كوميكس بانها. الاف. اتنشي كوميكس بانها. بعد كده المركب اللي هو الاتنين مواده ينزل مع بعض لغاية الايليام. امتى بقى يتفكر من بعض? عندي بي اتش اباب ستة. and calcium ions are required to promote vitamin absorption. عشان ينتصم الايليام. محتاجين يكون البي اتش يكون اعلى من ستة. بمعنى ان هم بيمتصش نهائيا في المعدة. المعدة البي اتش اقلي من اثنين ونصف. الحمدي شديد. لكن في الامعاء البي اتش بيبقى ايه? ماشي اكتنا حيات القلوية بيطلع اقل ستة سبعة ساعتين. vitamin b12 passes via portal circulation to deliver to the general circulation. وكاريد انتابلازما دي مقلنا في الترانسكوبالامين اثنين والترانسكوبالامين وان والاربروتين دو اسمهم مجموعة الترانسكوبالامين مع بعضيهم. اه. بعد كده بيدخل بقى في السلز ويشتغل على السلز. تمام? طيب. بيشتغل ازاي? هو اساسا بيعمل تلف حاجات. بيعمل المثيونين من ال 65 زي مؤنم في الفوليك اسد. وبيعمل تكتر هاتفوليت. اللي هو بيعمله من المثيات تكتر هاتفوليت. وبيعمل بيعمل بميلينشي. سلسل التلحقات اللي بيعملهم من ال B12. لاحظنا ال B12 مع B9. مرتبطين ببعض شركين في بعضهم الاتنين. فنقشن بيعمل بميلينشيه. موجود على هاتفوليت. خامسة دي أكسي ادينوذيل كوبالامين. It is the co-enzyme of the methyl marionyl co-A isomerase catalyzing the conversion of methyl marionyl co-A to sectional co-A في انزيم اسمه methyl marionyl co-A isomerase ده اسم الانزيم بيكسر الميسائل marionyl co-A ده يحوله الى sectional co-A Catalyzing يعني عامل المساعدة الكاتاليست وان الانزيم هو الكاتاليست البيولوجي العامل المساعدة البيولوجي اسمه انزيم فهو ده الخامسة الى اوكسي ادينوذائي الكوبالامين هو الكو انزيم بتاع الانزيم الكو الكامعة ده الميسائل marionyl co-A asomerase اللي بيكسر الميسائل marionyl co-A حوله الى sectional co-A الميسائل الكوبالامين كو انزيم for homocysteine methyl transpharase used for synthesis of methionine from homocysteine ده الكو انزيم اللي بيحول الهوموستيين الى methionine تمام كده طيب ده اللي هو ايه functions of البي اتناشر طيب بيحصل الكلام ده ازاي نمرة واحد بيعمل ازاي هو الميسيونين قلنا ده ايه ده الميسائل طيب خلنا بقنا ده الميسائل بتترهيج الفوليك بتعمل الفوليك اللي هو ايه اللي فيه بميسائل بيتحول يرجع للتترهيج الفوليك الاصلي بتاعه عن طريق ان الكوبالامين اللي هو فاتر بي تولف يمسك في الميسائل يأخذ منه الميسائل يتحول هو الامين الى ميسائل كوبالامين الميسائل كوبالامين عاشي ينجع تاني يبقى كوبالامين يد الميسائل بتاعه للهوموستيين يحوله الى methionine يبقى هنا الهوموستيين بيتحول الى methionine بترقتين يقيمة عن طريق البيت النشر يقيمة عن طريق التترهيج الفوليك نفسه انا ممكن الحمد الفوليك نفسه بيعمل له انا هنا رجعنا الى الاولين دي فين الحمد الفوليك هنا الحمد الفوليك هنا اهو الحمد الفوليك اصلت هنا موجود فين انا جعلك تاني عشان انهم ننساش اهو الحمد الفوليك نفسه اهو بيحول الهوموستيين الى methionine برضو نفس القصة بيحول الميسائل الى مين الى حمد الفوليك يبقى هنا الميسائل بينتج من الهوموستيين ياما بالحمد الفوليك ياما بالفيتام بي اتناشا اللي هو الكوبرامين فياما هنا التترهيفوليت ده يمسك في هوموستيين يطلع منه methionine وهو يبقى مثاليتد بس هو ربق مثاليتد هنا نفس القصة مش هيجي عدد التترهيفوليت الا لما الكوبرامين يديل الميسائل ففي الاخر القلاسة انه مصدر الميسائل ده اللي هو بيديه للهوموستيين عليه مثالين ما بيجيش غير من الكوبرامين الكوبرامين بياخد الميسائل من الميسائل التترهيفوليت يحول نفسه الى الميسائل كوبرامين ويحول الميسائل التترهيفوليت ياخد الميسائل ده يديه للهوموستيين ككونزيم للهوموستيين يحوله الى مثيونين ففي الاخر اللي اتنين مع بعض بيشتغلوا حتى يحولوا هوموستيين الى مثيونين تمام كده؟ طيب فيتامين بي 12 in the form of methyl cobalamin acts as a co-enzyme for mythene synthase enzyme this enzyme catalyzed the conversion of phoenostein to mythene ميسائل التترهيفوليت وانه انه الميسائل التترهيفوليت ده ما بينفعش يتحول تاني الى التترهيفوليت الا عن طريق الفيتامين بي 12 مثال التترهيفوليت الى مثال التترهيفوليت ثو كوبرامين ثم مثال كوبرامين يحول الى مثيونين يبقى لو ما حكنت فيه الفيتامين بي 12 هيحصل معانا ده مؤمنة من شوية الى الفوليت تراب او فخ حمد الفوليت اخر حاجة اللي هي ايه الى الميثايل ميليوني الكويت ثوكتاني الاو ايه الميثايل ميليوني الكويت is formed in the mitochondria in the course of catabolism of valine and the isoleucine amino acid it is also formed as a result of oxidation of odd number fatty acid الحماض الدهنية ذات الرقم الفردي من الزرات فيتامين بي 12 اللي هو اسم دي اوكسي ادينو ادينوضيل كوبرامين act as a co-enzyme for methyl manico-A idomerase that catalines the covenant of methyl manine into succinyl co-A باقوا هنا من اول البالين والإيه والآيزوليثين والآيزوليثين يحول methyl manine co-A إلى co-A تمام كده دي ديفيشنسي بقى بتاع الحمض بتاع فيتامين بي 12 بيعامل حاجة صنعها الأنيمية الأنيمية الخبيثة اسبابه failure of absorption of B12 is much more common أنا محتاجة احتياجة مني قليل جدا حتة نواحد يكون vegan تماما دي مش كتيرة حتى اللي هما اللي هما اللي هما بيقل بيت أولابة ما بيجيش عندهم يبقى اكتر احتمال ان يحصل عندي نقص في الabsorption شباكلي كويسة كما بكتر ايه امتص ليه؟ يا اما عندي مال absorption disease عندي مشكلة أصلا في الامتصاص جمال يعني مرض absorption يعني امتصاص disease يعني ايه؟ يعني مرض نقص أو ضعف في الامتصاص gastrectomy احنا بيقولنا ال intrinsic factor بيطلع من اين؟ بيطلع من الاستومك من ال بيطلع من الاستومك لو انا شايل المعدة اصلا عارفين تستمع مين معنده اصلا ايه؟ اللي عنده مثلا سرطان عند سلطان مثلا في المعدة ويضطر يشيل معده كلها. او الناس اللي بتعمل تدبيس المعدة او تكميم المعدة بتاعت التخسيص. من ضمن مشكله من هنا بيقلل الانترينسيك فاكتب بتاع البيتامين بي 12. فلازم ده ياخد بي 12 انجيكشن. يقودها حقنا. عشان ايه? عشان يعدي مرحلة المعدة خالص. يقودها اكتيف فورم في ايه? انترامسكولا اطول. او الاوتو اميون ديستركشن. اوتو اميون مناعتاتية. باستركشن او برايتر سيل باعت مين باعت الاستمك. حصل تكسير في البيتامين بي 12. بيؤدي الى برنشت انيميا. يعني انيميا خبيثة. عبارة عن ميجاليبلاستيك انيميا. تمام? بيثموها الفونكشنال فولير ديفيشن. كأن عندي فولير ديفيشن. يتبعون ايه? المشكلة عندي هنا في البيتامين بي 12. بي 12 ديفيشن سي بلوكس. زي ميت اقدم افلت قدر يما قلنا. بتمنع بتمنع بتحويل مثيل تي اتش اف اللي هو مثيل تي اتش اف اللي هو مثيل تي اتش اف اللي سموها فولير ترابي زي ما قلناها. بتمنع او بتقلل اه نمو او انقسام الخلايا صحيحة لانقسام زي خلايا الدم. اه اللي هي التحاجة اللي كبير ما تديه ان ايه? تؤدي الى يعني اه خلايا غير ناضجة يتمها تطلح في الدم. وتبقى طبعا ضعيفة في الشغل التاحل. خلايا حجمها كبير والكمية اللي هي مجلومة اللي بي فيها كتيرة لكنها مش تغير بشكل كفاءة عليها. الحاجة التانية بيحصل جاستر وانتسانا ما نفترشن اعراض في الجهات الهضمة. جول السايت زي ما قلنا الاتهاب في اللسان. واتروفي للجاستر كميوكوذيه بقى اخطر حاجة. بيحصل اتروفي ضمور. اتروفي يعني عكس ايه? حيباتروفي. اتروفي يعني ضمور. تبقى خلايا المعدة. الخلايا المعدة تموت. ومشكلتي هنا انه لما تكون خلايا المعدة. هتقلل بيت السلذة اكتر. وبالتالي يقلل بيت البيت والف اكتر. دي اسمها فيشواز سايكل. فيشواز سايكل فيشواز في اي سي اي او اس فيشواز سايكل. معناها حلقة مفرغة. انه الف يعمل به وفيه يعمل الف. وهذه جزء. دي اسمها حلقة مفرغة. تمام? نحن بقى اعراض دانية في الجهاز العصبي. Neurological Manifestation, which include peripheral neuritis, التهاب في العصاري الترافية, and Sub-Acute Combined Degeneration of Spinal Cord, Sub-Acute, Acute يعني حد, Horonic يعني مزمن. Sub-Acute يعني أقل شيئا من الحد. يعني مش يوم ويتم يحتمل في أسبوع في أسبوعين. Sub-Acute Combined Degeneration of Spinal Cord. Degeneration يعني إيه. عكس Degeneration يعني إنتاج. Degeneration يعني زبول أو ايه. أو برضو ايه. أو آآ يعني حاجة يعني بتموت أو ايه. آآ آآ ضمور يعني حاجة ضمور أو ايه. أو زبول. ديجة يعني معناها انه. ل Rigel spinal cord. حددا به. قد تموت وتضعف. وده بيحصل اضمور. في. lateral. و posterior. column. of spinal cord. دمعنا ناخد. بداخل. او الموتور. والسنسري. هي الجدء العصري. الحسي. و الحركة من. الحبل السوكي. يموت. الجدء الحسي. و حركة. او بيدمور يعني. ممكن يحفل بقى فيلير اه ده ممكن يعني بيقول لك انه ده ممكن يعني انا اعرفه ازاي او اشخاشه ازاي فيلير اف ميثيي ليشن اف وان ارجونين ريديو اون مايولين بيتك بروتين يحفل بقى ايه مشكلة بقى في الميليين او او ايه او ايه احنا مفوض العاديدين لكو ايه لكو ايه لكن and Produce Inhibition of Fatty Acid Biosynthesis يمنع تكوين الفاتي أسد اللي هي مهمة عندي في المايلين الشيث هو اللي هو متحسن المشكلة في المايلين الشيث إن الميثال المنادي عندما يكتر يمنع تكوين الفاتي أسد اللي هي مهمة عندي في السنتشر الوصف كمان الميثال المنادي فيها ممكن يأتي المكان المنادي فيها في المايلين الشيث يشبك المكاني في الفاتي أسد يعمل حاجة اسمها Carranched Chained Fatty Acid ودي ما تنفعش خالص في الممبرين بتبوض لشكل الممبرين والفنكشن بتاع الممبرين بتاع الخلال العصبيين. فلا يكون ده بيؤدي الى مشاكل في الجهاز العصبي. هنا بقى المشكلة الخطيرة هنا. لو انا هنا لقيت العيان ده عنده ميجالوبلاستيك انيميا. وانا ما عرفش ان العيان ده عنده مشكلة في نقص بيتامين بي 12. فكأنه عنده مشكلة في فوليك اسد. فوحتي مدينه فوليك اسد بقى ايه? عبيته فوليك اسد. مثلا عيان. عنده بدأ يحصل عنده اعراض ميجالوبلاستيك انيميا. وانا شكيت ان ده ممكن لكم مثلا اصعب بقى لو كان بياخد مثلا مثلا ميجال تركزيت. يعني بياخد اصلا دواء بيقلل فوليك اسد. او انا لقيت العرض بفوليك اسد فاديت له فوليك اسد بس. لما ادي فوليك اسد هتعالج الانيميا بس. بس هتعالج المشاكل التانية تعالج النيورولوجيك الانيميا الخبيثة. ليه خبيثة? طبعا خبيثة ممكن تبقى مليجنة في الاورام اسمها اورام خبيثة. لكثير اسمها قبل النشاس. خبيثة برضو. بس مش خبيثة سلطان. خبيثة انها بتخدعني. ليه? لو انا اديت فوليك اسد للعيان ده. هيصلح لي الانيميا بس. ويفضل العيان مش حاسس بحاجة خالص. لغاية ما ييجي بعد سنة ولا اثنين بعد ما يخلص خالص بخضوني اللي عنده? يدخل مني في مشاكل خطيرة جدا واسمها يعني مساكل غير استجاعية. ما ينفعش تتصلح الخلايا بتموت في الجهاز العصبي. ما بترجعشي تاني ابدا. اي خلايا هتموت في الجهاز العصبي المركزي لا تعود الى الحياة ابدا ولا تستدى بغيرها. اذا الفنكشن بتاقتها فقدت لابد. بيبقى اسمها اير ريفيرسا والنيورو بيرتكب ماني فتشن. وانس انه حصل معي مشاكل في الجهاز العصبي بنتيجة ناقص بيتمين بيتناشر. هذه المشاكل لا يمكن استعادتها او تصليحها. فدي الخطورة بقى. عشان كده قال لك ايه? قال لك لو حتدي فوليك اسد لمجال باستك انيميا. حتى لو مش عارف الكورس. انت بتعايف المشكلة ناقص بيتم فوليك اسد. وانس بيتويلد. ادي لي اثنين احتياطي. ادي فوليك اسد ودي معا بيتويلد في احتياطي. مش حضورك في حاجة. انخدت وكنتش عايد ومش حضورك في حاجة لو اخدت بزيادة. لكن لو مخدتوش وانت عندك ضعص منه. لأ مشكلة كبيرة جدا. دي او حاجة اللي هي ايه? البرنيشوس انيميا. بقد بيحطة عندنا الهوموسيستينيميا. اللي هي ايه? الهيبر هوموسيستين ما متحولش للميثيونين. تقدر اوث مين? في في الدم وبنتيها ذلك في البول. اكتريكيش اوف ميثايل ميلونيك اسد. او ان انا الاقي في البرد الهوموسيستين عالي. لو لديت حاجة من دولة اما هوموسيستين في الدم عالي. او الميثايل ميلونيك اسد في البول عالي. ده معناه انه ما فيش بتحويل الحاجات دي الى ميثيونين في الدم. وبالتالي هناك مشكلة في البيترين بي تويلف. ودي ممكن تبقى يعني ممكن نشخص بها نقص البيترين بي تويلف. طبعا حاليا احنا بنقيس البيترين بي تويلف مباشرة بالتحليم مباشرة في الدم نعف وصلاقة دقيقة او نقص. آآ زيادة بقى الهوموسيستين لوحدها ممكن تعمل مشاكل تانية ممكن تعمل تطلب الشرعين. ثرومبوزيس جلطات او هايبرتنشون اكتفاق الضغط. انا محتاج من البيترين بي تويلف واحد الاثنين ميكرو جرام فقط بردي. وذي محتاج عندي في الليفرس الهيلفي السليم بيخزن ما يكفي لسنة او سنتين من غير ما اخد من براقرس. لكن الخطورة انا نقع في فترة طويلة من غير ما اخد مصدر في آآ بيترين بي تويلف. انا اقول لك برضو انا في صعيب وعرابي نفس الكلام. قالك انا لو آآ الناقص اللي بيحصل في بيترونيو لو سبقوا انتينك. يبقى داعي بس في ايه? هما في الفيجنز بس. اللي هم اللي بياتلوا بس حاجات النباتية. الدرجز اللي ممكن تقلل بيترونيو حاجة اسمها نيو ميصين انتيبيوتكس و ألكوحول ممكن تقلل الامتصاط بتاع البيترونيو الميصين انتيبيوتكس. اللي فيها ايه? الفاماتية النيوميسن يعني. لو حصل مشكلة في الجاسترك ميليكوزا. هي فيماها اتروفي او جاسترك ميليكوزا او انتي بودي اجينيس جاسترك ميليكوزا. او انتي بوديز اجسام مضادة يعني دي اكسام مضادة. امتى الجسم يعمل اجسام ضد نفسه? يعني انتي بوديز مفيدة لحضر اجينيس البكتيريا مثلا اجينيس الميكروبات. امتى يعمل الانتي بوديز اجينيس نفسه. اجينيس خلاياه هو شخصيا يامجسك بت بريتل سيل او انتلسل باتاعة هو. يبقى في الحاجات الاوتو اميون ديزير امراض المناعة الذاتية. يجب ان المناعة ذاتية اوتو ذاتي. مناعة اميون. يبقى دي معناها ان الجسم يعمل بتاء قسام مضادة ضد نفسه. اسمها اوتو اميون ديزير. ااا تمام كده? طيب. الميكروباتك انيميا. ميكروسيلك هايبوكرويك. ميكروسيلك حجمها كبير وجوهها كمية كبيرة من الهيموغلوبين. تمام كده? النيروشكة بمفتاحها بتبقى ايه? لك او 20 زي ما قلنا من شوية. طبق كويت كمبايند زي قلناها دي. بريف النيروش قلناها. اه لما لاقي فيه زي ما قلنا ايه? في اليورين كتير. او اللي هم ستين في اليورين نفسه كتير برضو. يبقى دي برضو ايه? اه ممكن تتشخص لي النقص في حمض اه في البيت ناشر. انا محتاج بانه هو كاتف الاسريعيني واحد الاثنين مايكرو جرام. كاتف ربعة مايكرو جرام. بس هو الصحة واحد الاثنين مايكرو جرام بير دي. اه كده خلصنا كل البيتامينز اه ووتر وفات سيليبل بيتامينز. هنا الاسريعيني كاتب ملخص لكل الحاجات دية. كل فيتامينز فات سيليبل. فتاحة واحدة اه. تمام? والااا. انك اول صحة كاتب فيها الاكتف فورم والمين فونكشن والديفشنسي. كاتب في التانية. اللي ايه? دي نفس الصحة ايه 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 تمام? اه اه. ونفس الكتاب بتاعيه غراقي برضو في اخر الكتاب بتاعه في اخر الباب ده. كاتب ملخص تجميع كده لكل البيتامينز. نقراها مع بعض طبعا ان شاءنا رأينا معكم يعني. لكن تقروها بمعوظم الكتاب. اه نقبل ايه? نجواب على الاسئلة دي. تمام? مين في دولة بيعمل هيمويتك انيميا? لو نقص مين في دولة بيعمل هيمويتك انيميا? بيتامين بيتل 6 ولا بيت 12 ولا ايه ولا كيه? اللي بيعمل هيمويتك انيميا مين? اللي هو انتي اكسرات هومين فيتامين ايه. مين? مين? مين ماسك? الانيميا بتاعت الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. مين اللي بيخبيها? لما اديها بزيادة? قلناها من شوية. لما اديها بزيادة? هتخبي الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. اتخلي الانيميا تحسن بالكذب. لكن المشكلة مغولة ولو سبتها النيولوجيك الاسمتوم هتبقى irreversible. اللي هو الفوليك أسد. فقم بي. مين في دولة? which of these vitamins is involved in blood clotting? مين في دولة مهم في تغلط الدم? فيتامين كي. which vitamin deficiency مين في دولة بيعمل مكالباسك انيميا? مين في دولة بيعمل مكالباسك بيحolyيك السجاجة بيعمل مكالباسك في الحلسون재 المنذهب للضوء في منحة المموال الكالباسك وبيجيه عبارة؟ مس أحبير плохفيتامين ممتلك Спасибоل في حلقة المهمة في الهتفابية مين في دولة الحلق det axis مين في دولةマباسك علامر cassatique الأشلة الإسعارة أي نحن الأشوال الأشعة أشافة نحن اليمين اللي هي البيت. لكي انا ستبقتحهم. كده خلصنا كلها. هيتكلم المرة القادمة ان شاء الله عن الكاربوهايدريت. ندقي بواحدة واحدة ان شاء الله. وبعد بقتلة الكاربوهايدريت هنتكلم عن الليبيت اللي هو الدهون. ثم بعد ذاك هنرجع تاني نتكلم عن البروتينز. الانزيمز باقي البروتينز. ولو في حاجتين هنتكلم عليها ان شاء الله. وكده يعني ايه ماشيين مع بعض في الكورس بتاع البيو كيمستري بلوك سنة اولة ان شاء الله. ننتقل على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.